كم فستان سندريلا الكم المنفوخ من فوق دايقة من تحت تعالوا نتعلم زي نعمل كم ده مع بعض النهاردة ده بطرون الكم اللي انا هشتغل عليه بنفس المائسات دي تابعي معي الفيديو الاخر ان شاء الله خطوات الشرح هتكون سهلة وبسيطة بالنسبة لك ما تنسيش الاشتراك في قناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكل جديد. الوقت هنعمل الكم هطبق العرض بتاع القطيفة معي بشكل ده وساويه بخط مستقيم من فوق. واخد طول القم تلاتة وخمسين سنتي بالشكل ده. ونص دوران الدراع ستتاشر سنتي. وحاطلع خمسة سنتي زيادات. حرسم القم طبعا انت بتكوني رسمة بطروني القم بتاعك حسب المائسات بتاحتك. وحاخد آآ نص الاسورة التسعة سنتي واطلع اربعة سنتي زيادات. بعد كده باخد خط خياطة القم اللي هو برسم خط خياطة القم. وبقص بالشكل ده القم. بفكرك لو اول مرة تابعينا طبعا يسعدنا اشتراكك معنا في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو مهتمة في تفصيل فساتين الاطفال بدون بطرون للمبتدئين. بنصحك تتابعي قائمة تشغيل فساتين اطفال. حساب لك اللينك في صندوق الوصف. وكده نكون قصينا القم. بعد كده هنقص القم المنفوق بالشكل ده. طول خمسة وعشرين سنتي. نص المستطيل خمسة وعشرين سنتي. وممكن توسعي اكتر من كده لو عايزة قم منفوق اكتر. حتطلعي من فوق حوالي تسعة سنتي. طول القم الاساسي خمسة اشر سنتي. وتنزلي تحت واحد سنتي. والوسع اتنين سنتي تلاتة سنتي زي ما انت شايفة كده. ودي لان كانت اخر قطعة قماش مداحة معايا. فانا اتقايت بالوسع اللي انا بعمله دلوقتي. بس لو كان معايا قماش اكتر كنت زودت الوسع اكتر من كده. وعملته منفوق اكتر. بس هو طلع بنفخة كويسة جدا برضو. هتشوفيها في نهاية الفيديو. تمام. واحنا كده من خلصت قص القم المنفوق اللي هو القم القصير المنفوق زي ما انت شايفة كده. فبنصحك ممكن توسعي عني شوية. قصة القطعة دي. نصها تسعة تاشر سنتي. عرضها ستة سنتي. بقص بالشكل ده يعني ستة سنتي من تلاتة سنتي من هنا وبرس من رسمة دي زي ما انت شايفها. وبعد كده بقفل خياطة على الماكنة الجزء ده. القطعة دي مهمة جدا هتعرفي اليد دلوقتي. بعد كده جبت الفيبر وبعد كده هبدأ احشي بي القطعة دي زي ما انت شايفة كده باي آآ آآ اللي عندك او اي حاجة تقدر تساعدك انك تدخلي الفيبر جوه زي ما انت شايفة كده. القطعة دي اهمية هتعرفيها دلوقتي واحنا آآ من زبط الكم. دي حسابتنا على السوشال ميديا حسابها لك في سندوق الوصف طبعا يساعدنا متابعتك. بعد كده احنا خلاص حشينا القطعة دي بالفايبر وده شكلها بعد ما تحشى. تمام? دي حتزبط لك القم المنفوق جدا زي ما انت حتشوفي دلوقتي. بعد كده جبت القم بدبوس كده حددت آآ منتصف الامام آآ لحد الجزء اللي انا عايزاه في القم المنفوق اللي هو حوالي خمستاشر سنتي. حنزل من فوق لتحت كده خمستاشر سنتي واخد خط بالعرض. تمام? دي آآ المسافة اللي انا عايزاه للقم المنفوخ اللي حيتركب عليها. تمام? بالشكل ده. بعد كده جبت القم المنفوخ اللي انا قصيته. اللي هو القم القصير. وهحدد بدبوس كده آآ منتصف القم. تمام? من فوق ومن تحت. بالشكل ده. وهيكون وش القطيفة بتاع القم القصير مقابل وش القطيفة بتاع القم الطويل. بس آآ القبة بتاعت القم ده عكس آآ اتجاه القبة بتاع القم القصير زي ما انت شايفة كده. وابدأ ادبس من المنتصف القمين في بعض. عند الخط اللي انا رسمته بالعرض اللي هو بعد ما نزلت خمستاشر سنتي. تمام? انا ما ما جبتش القم للاخر للوسع لان انا ما كانش عندي مساحة كبيرة زي ما قلتلك في القم القصير. فما دخلتوش في الزيادة بتاعت القم. وحبدأ آآ اثبته دا ما قلتلك من المنتصف ومن عند خطين الجنب بتاع القم وبعد كده حبدأ اعمل آآ الوسع الزيادة اللي هو من الجنبين زي قصرات صغيرة بالشكل ده. تمام? بعد كده باخدها على المكانة وخيطها. بالطريقة دي. ببدأ اكشكش بالدبابيس الاول او اعمل قصرات صغيرة بالدبابيس. وبعد كده باخدها على المكانة وخيطها زي ما انت شايفة كده. بعد كده بجيب القطعة اللي انا حشيتها زي ما انت شايفة كده. واسبتها محدد بدبوس كده منتصف آآ الامام بتاعها. واسبتو فيه منتصف امام القم بالشكل ده. والف آآ دوران القم من فوق. على قد آآ القطعة دي. تمام? بالطريقة دي زي ما انت شايفين كده. بعد كده هاخدها على المكانة وخيطها. ده شكلها بعد ما تخيط. بيكون الاتجاه بتاعها الجوة كده. تمام? نحيط القطيفة. بعد كده بجيب الطرف بتاع القم القصير. وابدأ اقفله عليها بالشكل ده. طبعا بثبت من المنتصف الاول. وبعد كده بعمل قصرة كده في المنتصف. تمام? بالطريقة دي زي ما انت شايفة. يعني القطعة الفايبر دي اللي هي محشية بين القم الطويل والقم القصير. وابدأ اعمل بقى قصرات صغيرة برضو كده. تمام? من فوق زي ما انت شايفة كده. هعمل بالدبابيس الاول القصرات دي. اسبت طبقتين القم في بعض. وبعد كده باخدها على المكانة وخيطها. طبعا آآ كل الكلام ده في الصنط القياطة اللي انا آآ سايبها الفوق. تمام? بالطريقة دي. تبعي معي الفيديو الاخر ثانية ما تجريش الفيديو لان كل خطوة بعملها بتفرق معاكي في شكل الفينيش نهائي للفستان. تمام? بعد كت زي ما قلتلك خدتها على المكانة وخيطتها وده شكلها بعد ما تخيط. تمام زي ما انت شايفة كده. ده القم المنفوخ من فوق. القطعة المحشية فيبر دي ممكن تستغني عنها لو القماشة مسكة نفسها وقفة. يعني زي ارجانزة زي ستان التقيل. تمام? انما علشان القطيفة طرية جدا فانا حبيت استعمالها علشان تديني الشكل اللي انا عايزها في القم المنفوخ. تمام? بعد كده انا زبطت مقاسات القم وتأكدت انها مظبوطة وقفلت القم على المكانة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده حتني الاسورة تانية واحدة على المكانة بالطريقة دي. طبعا القطيفة مش محتاج سرفلة لانه مش بينسل. وده شكل القم بعد ما خلص خياطة. طبعا القم التاني هتعمل بنفس الطريقة. زي ما قلت لك انت ممكن توسعي في القصة بتاعة القم القصير فيديك كشكشة اكتر او كسرات اكتر فنفخة اكتر. انما انا شفت ده مناسب برضو ما كانش دايق ولا حاجة تمام. بعد كده هقفل البطانة في الطب من عند الجيرو. هفرد زيادات بتاعة البطانة وبتاعة الطب تمام. بعد ما كوتها طبعا. افردهم وبعد كده بحط دبوس كده بحيث ادبس البطانة في الطب. البطانة الروزيتا في الطب القطيفة. بعد كده هبدأ دخل القم بالشكل ده. وحسبت القم في الجيرو بالشكل ده منتصف امام القم مقابل خط الكتف في الطب. وخط خياطة القم مقابل خط خياطة الجنب في الطب. تمام? بعد كده باخده على المكنة وخياطه بعد ملفه بالدبابيس الاول. بالشكل ده وبتكوني فردة كل الاحرف تمام? يعني طبقات فوق بعض القطيفة. وطبقة الطول اللي انت بتقفلي فيها او طبقة الساتين في الجزء الاسفل. كده ده شكل القم المنفوخ من فوق. دي الحركة اللي احنا عملناها وقد ايه زبطت القم المنفوخ من فوق. ولو مهتم تشوف الشرحة التفصيل الفستان ده كامل بدون بطرون للمبتدئين. حساب لك لينك الشرحة فيه سندوق الوصف وفي اول كومنت. وطبعا كالعادة مجهود ساعات طويلة من الشغل قص وتأفيل بحاول اختصروا فيه دقايق معدودة. علشان افيد كل المبتدئين بحاول اشرح كل التفاصيل. حتى لو معلومة بسيطة علشان تكون واضحة لكل المبتدئين في المجال. واسهل عليكم البدايات بازن الله. ولو الهدف ده اتحقق فعلا سيبي كومنت شجعيني كده وقوليلي ان ده حصل فعلا واعملي الشير علشان غيرك يستفيد. ودعي لنا دعوة طيبة من القلب بصراح الاحوال وكل سنة وانتو طيبين.